يعني ان حتى من مكوات ماسك 2013 كريم بامبو ورمضان صبح كنت قعدت مع العيبة كبيرة الاول قلت لهم انا احتمال برضو احتمال لحطت اثنين ثلاثة صغيرين عايزين اللاعبة الصغيرين دي انتو كمان تساعدوا اللاعبة دي انه هي تبقى في نجوه وجبت كريم وجبت رمضان صبح وقعدت قبل المباراة بيومين مواتش الزمالك وقلت لهم اتعب مواتش الزمالك اه اتخذوا يا كبتل فتحي مكنش مصدقين والله والله ما كانوا مصدقين والتولهم هتلعبوا ماتش الزمالك وهتبقى نجوم وعلى مسئوليتي لو عملتوا الماتشات دي كل مصر هتتكلم عليكم هتتكلم عليكم وهتعرفكم وكان الحمد لله يعني بس شفت ايه فيهم هم الاتنين في شخصياتهم علشان تحطوهم في ماتش زي ده ماتش يعتبر ماتش الدوري يعني والله بس انا يمكن من خلال برضو يتعاملي مع قطاع الشباب وكنت ماسك فرق الشباب فيه نوعيات لعيبة تقدر تحطها في مناسبة وتقدر تقهيلها نفسين زي ما قلت لك كده ما جيتش النهاردة فاجئت عملت التشكيل والرطحات الكريم ورامل لا مقابلة بيومين هيأتوهم هم مكنش مصدقين ولكن خلاص ابتدوا يركزوا في مباراة أليو زمالك ابتدوا يركزوا النهاردة في نجومية ابتدوا يركزوا في اس اس ما هيكبر فكل هذه الأمور النهاردة اللعيبة عاشت عليها وانا كان عندي ثقة فيهم كويسة جدا لان كريم كان بمتاز على فكرة كان سريع جدا طبعا رمضان الصبح لعيب مهاري على مستوى عالي جدا فانا كان عندي ثقة فيهم الاتنين وقلت لهم انتوا هتبدوها وانتوا هتبقوا نجوم والناس كلها هتبقى تحرف هل كان كريم بمبو يستحق البقاء في النادي الأهلي هل ظلم يعني في النادي الأهلي والله يبص دائما يعني الحتة دي أنا يمكن بقول دائما المدير الفني المدير الفني ما بييجي خلاص بيبقى النهاردة عنده قناعة لما فيش قناعة عبدها هو النهاردة اللي بيدي هذا القرار يعني بيدي القرار وطبعا بس حراك اللي طلعت وحراك اللي عرفت الناس به فأكيد شفته أكيد عارف مميزاته هل كان كريم يستحق انه يفضل في النادي أهلي هو كان الفترة دي برضو خلي بالك يمكن كم في نجوم على الساحة يمكن هتلاقيهم في أعلى من كده فشكذا النادي الأهلي يمكن استغنى ولكن أنا كنت في تقريري قلت لا خليه والله يعني في تقريري في ناس كتير قوي قلت خليهم زي مين يا كابتن فاتحي مين تانية محمد حمدي زهر الأيصر كنت قيل للنادي الأهلي خليه خليه لأنه ولد صغير سلكه كويس ولد يقدر يلعب زهر أيصر يقدر يلعب يستوبر كنت حاطت برضو لحاجات الفنية دي كي من تاني غير حمدي وكريم باما كنت برضو من الناس اللي كنت حاطت برضو في تفكير محمد حسن محمد حسن ديفندر وست ملعب في الزمالك كان بلدية في دجلة في الزمالك كان يطالع معايا كويس جدا 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 كان ديفندر مست ملعب دوست ملعب صح وحرك قلت إنه برضو يعمل أه ولكن يوجهت نظر مدير فني بيجي خلاص وما تقدرش النهاردة تفرر كي حاجة تانية غير التلاتة دول لا هم دول الكنت كله شكرا